السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كلكم بخير اهلا بكم في فكرة جديدة هنعمل النهاردة مع بعض مشروب سحري بجد انا شايفاه مشروب سحري جميل جدا وكل مكوناته طبيعية وجميل ولو عايزة تخسي بتخسي في الشهر من 5 ل 6 كيلو فضيع جدا بس اهم حاجة وانت بتعمل المشروب ده تقليلهم الاكل شوية وتشغل الميا كتير الميا كتير جدا مفيدة وبتساعد جدا على الحر اه فده مهم جدا وانت بتعمل وصفة اول حاجة انا حطيت الميا اه انا هعمل كبايتين فهعمل مقدير على كبايتين انت لو هتعملوا كباية قسم المقدير بالنص هعطها على النار لحد ما تغلي هي كده خلاص غلط احط بقى عليها المكونات اللي انا عايزاها عشان اغطيها بسرعة هنا هحط معلقة من الزنجبيل وزي ما قلت لكم الكباية الواحدة هتقسيم المقدير اللي انا قلتها بالنص وهحط كل المقدير تحت في صندوق الوصف عشان تبقوا شايفينها وعارفينها بالزبط وهنا برضو معلقة من الارفة وهحط معلقتين من الكمون طبعا الكمون مفيد جدا والقرفة مفيدة جدا والزنجبيل كل الحاجات دي جميلة جدا جدا وبساعد جدا على الحرق بس انا برضو عايز انبهكم لحاجة لو في حد واحدة لقدر الله او حد عايز يستخدم المشروب ده مسعبا بيعاني من اي مرض متابع مع دكتور الدكتور طبعا المتخصص قبل ما ياخدها عشان برضو يبقى في الامان وان شاء الله ربنا يا ربي عافينا كلنا بس انا كده اسبها بقى اغطيها واسبها حوالي عشر دقايق وبعدين اصبها بقى في الكبيات كده خلاص قعدت معي عشر دقايق هحطها بقى المشروب ده بنشربه قبل الغداء وقبل العشاء على اقل بربع ساعة يعني لو بنصصها حلو جدا يعني بتعمليه كده وانتي مسلا خلاص حتجهز الاكل بيزد الشهية وجميل قوي هو مش محتاجي الصفة لان كل المكونات بتاعته خلاص اترصبت تحت انت لو هتعملي بقى ممكن تعملي كمون حصة برحتك يعني في اي حاجة متاحة عندك تستخدميها وهحط بقى اللمون عليه على كل كباية نص لمونة يبقى هو بيستخدم مرتين في اليوم قبل الغداء وقبل العشاء وبرضو لو في اي حد بيعاني من اي تعب ربنا يا ربي عافينا كلنا طبعا يسألت الطبيب اللي هو ماشي معاه اه فده اخد بالكم منه جدا لكن انا جربت المشروب ده بجد جميل ونتيجته تحفة جدا اه 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 فانت ان شاء الله يعني لما تتجربوه حيفرق معاكم جدا اه برضو اه وانت بتعملي الموضوع ده مهم برضو جدا جدا اللي احنا نقلل من الاكل شوية وان اه وان ايه وان اه ونشرب ميا كتير الميا كتير لها فوات كتير جدا وبستعد جدا على الحرق فتاخدوا بالكم من الحتة دي يا رب ان شاء الله اكون افتتكم بالفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باي باي